والله إن الله سبحانه وتعالى ما جاء بكم إلى هذا المكان إلى هذا الصعيد الطاهر المبارك صعيد عرفات إن الله ما جاء بكم إلى هذا المكان إلا لأنه قد اختاركم وقد اصفاكم وقد اجتباكم على كثير من من خلق من عباده ولأن الله يحبكم وإن الله يحب التوابين وإن الله يحب المتطهرين فقد جئت إلى هنا إلى هذا الصعيد الطاهر المبارك إلى صعيد عرفت هنا على جبل الرحمة بذل وانكسار وتواضع واستغفار وجئت بلا كبر وجئت بإصرار جئت حتى تقف هنا على هذه الأرض الطاهرة جئت حتى تقف على هذه الأرض المباركة جاء رجل إلى سيدنا عمر وقال له يا عمر نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وما هي تلك الآية قال له قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فنظر إليه سيدنا عمر وقال له يا رجل علمنا أين نزلت على النبي وعلمنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نزلت على النبي وهو قائم يصلي في عرفات وكان في يوم جمعة نزلت تلك الآية على رسول الله في يوم عرفة في آخر ساعة تنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال يا عمر لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحج هو عرفة نعم الله الحج هو عرفة انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق ذلك الكون البديع انظر إلى هذه الجمال انظر إلى ذلك الجمال انظر إلى كل شيء هنا من حوله أرض طاهرة مباركة حقا وقف النبي على عرفة وقال النبي وقفتها هنا وعرفات كلها موقف وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية يكفر سنة قبله وسنة تقدمه أي السنة التالية تخيل هذا فقط صيام يوم عرفة وهذا أجرك عند الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة فما بالك إذا رزقك الله سبحانه وتعالى بالوقوف على الأفات أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله والسلام عليكم